ما دمت تشاهد بسمة أمك فالحياة لا تزال جميلة ما دمت تملك أم تراها كل صباح ومساء فلا يحق لك أبدا أن تتحدث عن الكآبة والحزن ما دمت تنعم بوجود أمك على قيد الحياة تسأل عنك كل يوم فأنت ملك من ملوك الأرض فالزم رجلها فثم الجنة اذهب إليها وقبل يديها وقبل رأسها رغبا واطرح عمومك يكفي همها تعبا ماذا تنتظر كي تزورها رحيلها والله لا تندم فقد رأيت من يبكي فوق قبر أمه بكاء شديدا مرا عظيما يخاطبها يناشدها يستصنخها اشتقد لك أمه اخرجي احدثك ولولي دقيقة ولكن هيهات اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فطلب من الله أن يستغفر لها فأبى ثم طلب من الله أن يزور قبرها فأذن له قال أنا سكنت ممن رافقته فجث عند قبر أمه وبكى وبكى حتى بل لحيته ثم بل بكى وبكى حتى بل صدره فوالله ما وجدته في يوم في حياته كلها بكى كهذا اليوم إنه الشوق والحنان فالوطن الحقيقي حيث تكون الأم هي مدرسة إذا جهلت هي معوى إذا تشرت هي مطعم إذا جعت هي مستشفى إذا مرت هي حفلة إذا فرحت هي منبه إذا نمت هي دعوات سماوية إذا غبت فأخي هل لها بررت وإليها أحسنت وبها أشفقت وأرفقت شكرا شكرا